موسيماني قال حاجة يعني في الكواليس انه هو زعلان من تراجع عداء أليو ديانج من وجهة نظر ورقم اختير أليو ديانج في فريل اسبوع في إفريقيا في الجولة الأولينية في السيمي فاينال رقم كده هو شايف انه مستوى متراجع وانه مشغول بفكرة رحيله في نهاية هذا الموسم كانت السادة عبد الحفيز جاب أليو ديانج وقعد معاه وقال له احذر من العروض الوهمية قال له العروض ليه بقولك وهمية لانه ما فيش عرض رسمي جي النادي ممكن يكون الوكيل بتاعك بيجيله كل يوم عرض يا سيدي مش هقول لك جاله عرضين تلاتة لا كل يوم بيجيله عرض يعني جالهم مية عرض لكن هل وصل النادي حاجة رسمية ما وصلش حاجة رسمية فاحنا بنعتبر يا كنادي عروض وهمية لما تيجي عروض رسمية نتكلم فلازم تركز لان النادي اللي هيبقى محتاجك كمان حيتابعك لغاية آخر لحظة فلازم تركز في الفترة دي جدا 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 والأهل مش هقف قدامك يعني تأكد مليون في المية ان الأهل مش هقف في طريقك وان انت هتكمل وحتحترف وحتحق حلمك في الفترة الجاية عمر السلية ومحمد عبد المنعم صعب جدا يلحقوا المباراة التانية العودة يوم السبت الجاي مع وفاق الصيف هم عندهم مشكلة في العضلة الخلفية فالعرفين الملعب هتلاقي على نجيل صناعي لسه السلية عنده اصابة في يعني لم يشفى مية في المية ومش عايزين يغامروا به الجاز الفني ليه النادي الآلي كمان محمد عبد المنعم عنده كان مشكلة في العضلة الضمة هم قلقانين من فكرة وحيبقى عنده أشعة مكرة وبتاع هم قلقانين من فكرة النجيل الصناعي وحيبقى فيه أشعة مكرة عشان يحددوا بموقفه لكن في الأغلب ان الاتنين حيبعدوا عن هذه المباراة لكن حمد فتح جاهز قليو ديانج جاهز كان فيه زي إجهات كده فيه من المباراة اللي فاتت وكمان طهر محمد طهر كان تعرض لكاد ما فراس لما لبس بتاع الحامرة اللي فراسه دي ودي مش هتبعدوا عن المباراة بدر بنون خبر مسعد ومفرح ان بدر بنون بيقترب من العودة لدرجة انه بيقوله في منتصف الاسبوع اللي جاي بدر بنون هيجي القاهرة عشان يبدأ في الانتظام بتدريبات النادي الاهلي وبعد الناس شطحت بقى لك ان بدر بنون بحيجي عشان الفاينال يعني احنا مش خصة فاينال يعني بدر بنون عشان يستعيد مستوى ويستعيد شغله ويستعيد اليقته ويقته الفنية حتى مش البدنية بس محتاج وقت ومش عايزين نستعجل عليه المهم ان الحمد لله تمام اموره الحمد لله كان جاله الاتهيبات في عضلة القلب بسبب الكورونا مرة واثنين وتلاتة نعم الحمد لله اموره استقرت والبرتوكول الطبي على مستوى الفيفا والعالم كله الحمد لله اكد انه سليم 100% والموافقة النهائية هتجيله ده ودي حاجات الفيفا بيتدخل فيها وحياجي قاهرة ان شاء الله في متصف الاسبوع المقبل عشان ينضم التدريبات النادي الاهلي